واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بانوراما الظهور المهدوي الحلقة الخامسة والعشرون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك تم الحديث في الحلقة الماضية في عنواننا المدينة وأحداثها إنها مرحلة الظهور أولا مكة وأحداثها ثانيا المدينة وأحداثها ثالثا العراق وأحداثه فهذا عنواننا في هذه الحلقة وهذا هو الجزء الأول من عنواننا العراق وأحداثه مثلما مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الكلام سيكون إجماليا لأنني لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل التفاصيل الصغيرة وإنما أعرض بين أيديكم ما يشكل بانوراما بتمام معنى الكلمة للبانوراما إذ أن البانوراما رؤية شاملة لكنها لا تعتني بالتفاصيل الصغيرة وصغيرة وصغيرة جدا على أي حال عنواننا في هذه الحلقة العراق وأحداثه العراق العراق وما أدراك ما العراق إنها المحطة التي تتأجج بنار الفتن في زمان الغيبة وفي زمان الظهور مركز الفتن والبلايا لقطات لقطات ترتبط بهذا العنوان سأبدأ من هذه اللقطة أقرأ عليكم من غيبة النعماني الذي توفي سنة 360 للهجرة وهو من رجال الغيبة الأولى هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة في صفحة الرابعة والأربعين بعد المائتين إنه الحديث الثامن والعشرون بسنده بسند النعماني عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه إذا ظهر القائم ظهر براية رسول الله وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه الإمام هنا الإمام هنا تحدث بالإجمال وضرب أمثلة وإلا فكل شؤون الأنبياء السابقين وكل آثارهم وكتبهم وما يرتبط بمعجزاتهم كل ذلك كل ذلك موجود في المجموعة التي عنوانها موارث النبوة ودلائل الإمام وهي جزء من خزانة كل معصوم من المعصومين صلوات الله عليه فما جاء مذكورا في الرواية هنا إنما هو على سبيل المثال والأنموذج إذا ظهر القائم ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه المراد من حجر موسى الحجر الذي انبجست منه العيون حينما أصاب العطش بني إسرائيل ولجأوا إلى موسى ينادون العطش العطش فضرب الحجر بعصاه فانبجست العيون إذا ظهر القائم ظهر براية رسول الله وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه ثم يأمر مناديه فينادي حينما يريد أن يتحرك إلى العراق بعد أن اكتملت أحداث مكة واكتملت أحداث المدينة ها هو يتوجه إلى العراق إلى عاصمته فعاصمة إمام زماننا العراق ثم يأمر مناديه فينادي ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا الطعام والشراب لهم والعلف لحيواناتهم قطعا هذه الأحاديث تتناسب مع الزمان الذي قيلت فيه في زمان الظهور فإن المفردات ستكون شيئا آخر ألا لا يحمل أن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا فيقول أصحابه إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش منطق تفوح منه رائحة عراقية شديدة هذا منطق العراقيين دائما رائحة عراقية تفوح من هذه الكلمات العراقيون يعرفون مقصدي فهذا اللون من الحديث وهذا المذاق مذاق عراقي أصيل هكذا نتحدث نحن في أجواء ثقافتنا العراقية هذا هو منطق هنا نحن نتحدث هكذا في الجد وفي الهزل وما بين الجد والهزل نتحدث هكذا إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش فيسير ويسيرون معه فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلث فيأكلون ويشربون ودوابهم حتى ينزل النجف بضخر الكوفة هذا الكلام العراقي المذاق إن كان قد قيل بلسان القطع أو كان قد قيل بلسان الاحتمال والشك أو كان قد قيل بلسان قريب من المزاح سيترك أثرا هذه الآثار ستظهر بعد ذلك في حركة وسيرة وأفعال ونتائج أعمال الذين يسيرون في ركاب الإمام الذين يسيرون في ركاب الإمام ما هم بمعصومه وما هم بمرتبة واحدة في مستوى عقولهم وفي مستوى قلوبهم وفي مستوى بصائرهم وإيمانهم أقرأ الرواية بنحو سريع ثم يأمر مناديه فينادي ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا فيقول أصحابه إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش فيسير ويسيرون معه فأول منزل ينزله يضرب الحجر أول منزل ينزله إنه موضع استراحة بعد أن قطعوا مقدارا مناسبا من الطريق منازل الطريق التي هي مواقع الاستراحة فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف فيأكلون ويشربون ودوابهم حتى ينزل النجف بظهر الكوف لماذا حدث مثل هذا القول هذا يعيدنا يعيدنا إلى الحالة البترية التي تهيمن على الشيعة وبنحو أخص تهيمن بنحو قوي على شيعة العراق لأنهم قريبون من المركز البتري لأنهم قريبون من النجف وكربلاء حيث الحوزة الطوسية البترية اللعينة أمير المؤمنين بيّن لنا من أن تيهنا سيكون أضعاف تيهبن إسرائيل وهذه بقايا بقايا من التيه البتري الطوسي اللعين لازالت تأخذ مجالها في بواطن هؤلاء الذين قالوا ما قالوا هذا يعيدنا يعيدنا إلى قرآن وإلى بني إسرائيل وبينت لكم في الحلقات الماضية من أن المشكلة الرئيسة في تاريخ بني إسرائيل أنهم حاربوا دين الأنبياء والأوصياء واتبعوا دين الأحبار والحاخامات في سورة البقرة في الآية الستين بعد البسملة وما بعدها وإذ استسقى موسى لقومه حينما ضجوا إليه من العطش فطلب من الله أن يخلصهم من هذا العطش وإذ استسقى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم لأن عدد قبائلهم عدد مجموعاتهم بعدد هذه العيون هذه العيون جاءت مناسبة لعدد الأسباط فكل مجموعة كل قبيلة من قبائلهم اختصت بعين من هذه العيون فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين قد علم كل أناس كل مجموعة مشربه هناك عين خاصة للمجموعة الأولى وهكذا للثانية إلى سائر المجموعات الأخرى كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولكنهم لا بد أن يفسدوا الفساد والإفساد جزء مكون في الشخصية الإسرائيلية اليهودية وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد إنهم يعترضون على ذلك الطعام السماوي على المن والسلوى المن حلوى سماوية والسلوى طيور طيور لحمها من أطيب لحوم الطير إنه طائر السمان السلوى هو طائر السمان طائر السمان أو السمان وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها البقول بأنواعها الخضروات مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها والقثاء هو الخيار الخيار بأنواعه يقال له القثاء والقثاء وفومها وعدسها وبصلها أما العدس فمعروف لديكم نوع من أنواع الحبوب منه الأحمر ومنه الأخضر ومنه 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 والبصل معروف الفوم الفوم قد يطلق على الثوم وقد يطلق على مختلف أنواع الحبوب فالحنطة فوم والباقلاء فوم وإن كان الإطلاق قديماً في بلاد الشام على الحمص الذي نحن نتلفظه في أجوائنا الحمص عربياً هكذا يلفظونه الحمص الحمص هو الحمص في بلاد الشام يقولون للذي يبيع الحمص من أنه فامي وإلى زمان ما هو ببعيد كانت هذه التسمية شائعة في بلاد الشام الفامي هو الذي يبيع الفوم وهو الحمص الفوم مختلف أنواع الحبوب ومن أبرزها الحمص من طريف ما يمكنني أن أقوله هل تعلمون أن الفلافلة التي يعرفها المصريون بالطعمية هذا طعام إسرائيلي في أصله من مصادق هذه الآية أتعلمون أن أكلة الحمص بطحين هي إسرائيلية في أصلها من تطبيقات هذه الآية هؤلاء رفضوا طيور السمان وحلوى المن التي هي حلوى سماوية نقية طيبة طاهرة وذهبوا يبحثون عن الفلافل وعن الحمص بطحين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها من الآخر بالتعبير الشعب العراقي هذه مكونات زلاطة وآش زلاطة يعني سلاطة زلاطة وآش هذا هو الذي أراده الإسرائيلي وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يا عديمي الذوق يا أيها الباحثون عن الغازات النهفخة عن الأطعمة النهفخة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأهيات الله ويقتلون النبيين بغير الحاق هذه نتائج لمقدمات سابقة وهذا الذي قلته من أن الآثار البترية هي التي تدفع هؤلاء أن يقولوا ما يقولوا ما يقولون إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش هذا المنطق من آثار الثقافة البترية التي تهيمن على الواقع الشيعي وهؤلاء يعيشون في الواقع الشيعي إن كانوا في العراق أو في غير العراق فأنصار الإمام يأتون من بلدان مختلفة لكنني كما قلت لكم هذا المذاق في الكلام مذاق عراقي مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية الميت ميتي وأعرفه أنا أعرف لهذا الميت الميت ميتي وأعرفه هذه لقطة أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عندها ولقطة أخرى هي في أجواء العراق وفي أحداث العراق وفي الطريق إلى العراق لازلت أقرأ من غيبة النعماني في الصفحة 331 إنه الحديث الثالث عشر بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن صادق العترة صلوات الله عليه إن أصحاب طالوت نعود إلى بني إسرائيل أيضا إن أصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذي قال الله تعالى مثل ما جاء في سورة البقرة إنها الآية التاسعة والأربعون بعد المئتين بعد البسملة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني من شرب حتى يرتوي من شرب مقدارا كبيرا ومن لم يطعمه فإنه مني الذي لا يذوقه هو مني إلا هناك مساحة مسموحة إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم الروايات تخبرنا بأن عدد الذين لم يذوق الماء ثلاثمائة وثلاثة عشر هذا الرقم له خصوصية أكثرهم شربوا في بعض الأخبار وفي كتب التأريخ من أن عددهم كان يصل إلى السبعين ألف ثلاثمائة وثلاثة عشر لم يذوق الماء وعدد قليل أخذوا غرفة من الماء وأكثرهم شربوا حتى ترتوه فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم إلى أخير ما جاء في قصة طالوت وجيشه وخواص أصحابه أعود إلى الرواية عن صادق العترة صلوات الله عليه إن أصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذي قال الله تعالى سنبتليكم بنهر هذا النص في القرآن هكذا ورد إن الله مبتليكم بنهر فالكلام هنا جاء بالمضمون قد يكون من المعصوم هكذا ورد وهو مستبعد وإن كان في الروايات يوجد كثير من مثل هذا أن الإمام ينقل معنى الآية بحسب سياق الكلام لكن الذي يظهر أن النقل بمضمون الآية هو من الراوي لأن الرواية هكذا قالت الذي قال الله تعالى يفترض أن النص يأتي مثل ما هو في الكتاب الكريم قد يقول قائل قد تكون قد تكون هذه قراءة عند العترة الطاهرة هذا ممكن لكننا لا نمتلك دليلا على ذلك إن أصحاب أن أصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذي قال الله تعالى سنبتليكم بنهر وإن أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك عملية تمحيص هذه العملية هذه العملية هي جزاء للذي قالوه هذه العملية ترتبط بالواقعة السابقة حينما قالوا إنه يريد أن يقتلنا ودوابنا جوعا وعطشا هذا الكلام تترتب عليه الآثار نحن هنا نتعامل مع الإمام المعصوم مع الإمام الذي سيملأها قصطا وعدلا المعاملة دقيقة جدا فهذا الامتحان هو صدى للحالة السابقة المتقدمة تحدثوا عن الجوع والعطش هناك فجاء الامتحان بالطريقة نفسها التي تحدث القرآن عنها في واقعة طالوت والنهر الذي ابتلي به جيشه أنا لا أريد أن أقف طويلا كي أحلل الواقعة بكل جزئياتها وتفاصيلها إنما هي لقطات سريعة لكنها تعيدنا إلى الثقافة البترية هذه آثار الثقافة البترية التي لا زالت بقاياها في قلوب أمصار إمام زماننا ولقطة ثالثة إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تفسير العياش وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية للعياش المعاصر للكلين وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في صفحة الثالثة والستين من الحديث المرقم بالرقم التاسع والأربعين الرواية عن إمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه وهي رواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها حتى إذا بلغ إلى الثعلبية الثعلبية منزل من منازل الطريق بين مكة والعراق الذي يسافر من مكة باتجاه العراق لا بد أن يمر على هذا المنزل إنه منزل الثعلبية وإذا أردنا أن نعود إلى مسيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما خرج من مكة باتجاه العراق فقد مر في هذا المنزل فهذا منزل من منازل المسيرة الحسينية من مكة إلى العراق فإن الإمام يسير في الطريق نفسه إنه يريد أن يذكر جيشه ويريد أن يذكر الناس من أن مسيره مسير الحسين صلوات الله عليه حتى إذا بلغ إلى الثعلبية بعد أن جرت الأحداث في مكة وقد حدثتكم عن أحداث مكة وكيف أنهم سيغدرون بالإمام ويقتلون عامله التفاصيل التي مرت وأما الفتنة العظيمة في المدينة فقد حدثتكم عنها وسيغتل كثيرون في أجواء تلك الفتنة في مكة والمدينة نحن الآن في الطريق إلى العراق حتى إذا بلغ إلى الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه من صلب أبيه أبوه علي بن أبي طالب إنه علوي وليس من صلب أبيه المراد من صلب إمامنا الحسن العسكري الإمام الحسن العسكري ليس له من ولد إلا إمام زماننا الحجة بن الحسن من صلب أبيه إنه علوي قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ما خلى صاحب هذا هذا الأمر يقول 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 للإمام بوقاحة يا هذا ما تصنع لقد ذبحت كثيرا من الناس ما جرى ما جرى في مكة أنت 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 تفعل هذا فيقول المولى الذي ولي البيعة المولى الذي ولي البيعة هو أقرب هو أقرب الناس والله والله لتسكنن وفي نسخة لتسكتن أو لأضربن الذي فيه عيناك فيقول له القائم اسكت يا فلان يقول للمولى الذي ولي البيعة اسكت يا فلان وتوجه إلى ذلك العلوي إي والله إن معي عهدا من رسول الله هاتي لي يا فلان يخاطب مدير أعماله يخاطب المولى الذي ولي البيعة هاتي لي يا فلان العيبة أو الطيبة وهو تصحيف لا معنى للطيبة العيبة مثل ما نقول الحقيبة هاتي لي يا فلان العيبة أو الزنفليج وعاء حقيبة خزانة لأجل أن تحفظ فيها الأشياء العزيزة الثمينة وثيقة عزيزة من رسول الله فيقول له القائم اسكت يا فلان إي والله إن معي عهدا من رسول الله هاتي لي يا فلان العيبة أو الزنفليج فيأتيه بها فيقرئه فيقرئه العهد من رسول الله يقرئه الإمام يقرأ نص العهد المحمدي على ذلك الرجل العلوي الذي اعترض على الإمام فيقرئه العهد من رسول الله فماذا يقول ذلك العلوي جعلني الله فداك أعطني رأسك أقبله فيعطيه رأسه فيقبله بين عينيه ثم يقول جعلني الله فداك جدد لنا بيعة البيعة التي كانت في مكة ما معناها ما معناها هذه آثار الدين البتري يا أيها الشيعة يا أيها الشيعة هذه الروايات تتحدث عن وقائع يمكننا 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 وفقا لقانون البداء أن نتجاوز هذه الوقائع بحيث لا تقع إذا ما نظفنا عقولنا وقلوبنا من الثقافة البترية وهذا هو عين التمهيد لإمام زماننا وهذه هي رسالة قناة القمر هذه هي رسالة قناة القمر كيف تستطيعون أن تنظف عقولكم وقلوبكم من الدين البتري ما لم تعرف قذاراتي وأوساخي ونجاساتي المراجع البتريين هذه هي رسالة قناة القمر تفهمون أو لا تفهمون لا أعتقد أنكم تفهمون ثم يقول جعلني الله في داق جدد لنا بيعة فيجدد لهم للجميع للجميع فيجدد لهم بيعة أعظم ظلامة أعظم ظلامة لمحمد وآل محمد شيعته شيعته نحن من شيعة حتى الذين الأئمة يمدحونهم المشكلة المشكلة البترية متعلقة فيهم وهم متعلقون بها فتعالوا كي نتعاون على أن نتجاوز هذه المشكلة حتى لو لم ندرك عصر الظهور فإننا نمحد للجيل القادم من الشيعة الزهرائيين أن نضع بين أيديهم ثقافة زهرائية أصيلة نظيفة عرفتم الآن لماذا هذه الحرقة في حديثي وأنا أحدثكم عرفتم الآن لماذا هذه الحقائق واضحة قبل أكثر من ربع قرن وربما أكثر من ثلاثين سنة ألفت كتابا بهذا الخصوص عنوانه فتن في عصر الظهور الشريف تتناول هذه الموضوعات وإن كان قد مضى عليه زمان برامج اليوم هي الأهم تابعوا برامج اليوم تابعوا برامج قناة القمر كي تستعينوا بها على تنظيف عقولكم وقلوبكم من قذارات ونجاسات مراجع النجف وكربلاء وإلا فإن الواقعة القادمة حتى لو وفقنا لنصرة إمام زماننا فإن العثرات أمامنا هذه العثرات واضحة القضية لا تقف عند هذه الصور الملخصة والموجزة التي وضعتها بين أيديكم القضية أكبر من ذلك أكبر بكثير وكثير مر علينا كيف أنهم الحديث عن الثلاث مئة وثلاثة عشر كيف أنهم يفرون من الإمام حينما يبدأ بنبش القبرين هناك رواية واحدة عثرت عليها وما وجدت غيرها من أن الذين يثبتون مع الإمام في فتنة المدينة إثنى عشر رجلا من أصحابه الوزير مع البقية الباقية حيث يصل عددهم إلى إثني عشر رجلا المشكلة ستبقى موجودة ما زالت آثار الثقافة البترية موجودة في قلوبنا وعقولنا من هنا من هنا فإني ألهج دائما أحذر نفسي وأحذركم من أوساخ حوزة النجف الطوسية إنها الأوساخ البترية المرجئية النجسة نظف عقولكم وقلوبكم منها مشكلة كبيرة بعد مكة وأحداثها بعد المدينة وأحداثها وهاهم يتوجهون إلى العراق فيطلبون من الإمام أن يجدد لهم بيعة إذن ما هي البيعة التي بايعتم إمامكم عليها وبها بين الركن والمقام ثم يقول جعلني الله في ذاك جدد لنا بيعة فيجدد لهم بيعة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا من خلقه و البلحرور يا من سخر الشمس و القمر يا من قدر الخير و الشر يا من خلق الموت و الحياة يا من له الخلق و نب يا من لم يتخذ صاحبت ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له بلي من الدول سبحانك يا الله الغاب أكتفي بالذي ذكرته لكم من لقطات ترتبط بحركة الإمام صلوات الله عليه من الحجاز إلى العراق العراق و ما أدراك ما العراق مركز البتريين هذا البلد الذي تنتشر فيه الشيعة البترية وهؤلاء هم الذين سيشكلون عائقا من العوائق الكبيرة زمان الغيبة سيشكلون عائقا كبيرا أمام التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم وسيضللون الشيعة في العراق و غير العراق و يدفعونهم لحرب إمام زماننا الواقع الذي نعيشه الآن واقع بتري صرف على مستوى الزعامات و على مستوى الأتباع إمامنا الصادق يحدث المفضل ابن عمر عن العراق عن الكوفة و مرت علينا هذه الروايات لذا لن أقرأها بشكل كامل أذهب إلى موضع الحاجة منها و لن أقف عندها طويلا لأنني تحدثت عنها في برامج السابقة إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول للكليني المتوفى سنة 328 و هذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكوليني عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يخبر المفضل لأن المفضل كوفي عراقي يخبره عن أحوال الشيعة في العراق متى في زمان الغيبة في زمان الفتنة ولترفعن اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدر أي من أي قال فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله أبو عبد الله كنية المفضل فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول اثنت عشرة راية مشتبهة لا يدر أي من أي هذه رايات شيعية وإلا إذا كانت ما هي بشيعية فإن الإمام لا يتحدث عنها وكذلك فإن المفضل لا يبكي وبعد ذلك يتضح الكلام واضحا من آخر الحديث حين سأل المفضلة إمامنا سأل المفضلة عن الشمس التي كانت داخلة في مجلسه أبينة هذه فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس هذه رايات شيعية قادتها شيعة أتباعها شيعة هذه رايات مراجع النجف وكربلاء وما يتفرع عنها من رايات الأحزاب والتنظيمات والمجموعات والميليشيات على اختلاف اتجاهاتها ومشاربها في الجو الشيعي المتدين هؤلاء هم البتريون هؤلاء هم البتريون الذي يكون جزعا من هؤلاء وفي لحظة صادقة يعرف الحقيقة كي يلتحق بدين العترة الطاهرة فإنه سيلتحق بدين العترة الطاهرة وهو مشحون بقذارات هؤلاء بقذارات مراجع النجف وكربلاء بقذارات الأحزاب والتنظيمات والمجموعات والميليشيات الشيعية هؤلاء بتريون بتمام معنى الكلمة لذا فإن الإمام يقول لا يدرى أي من أي لأنهم بتريون لأنهم بتريون الزهرائيون هؤلاء أمرنا أبين من هذه الشمس هناك هناك جهة هناك اتجاه هناك مساحة هناك مجال يشرق في ذلك المجال دين العترة الطاهرة وهو أبين من الشمس أبين من الشمس بدلائله وحججه وبيناته ومصادره وصريح حقائقه هذا هو الواقع الذي تعيشه الشيعة في العراق حتى الذين يسمعون ني الآن ويصدقون كلامي لا يرتبون أثرا ولا يبالون بهذه المخاطر التي يتحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وَلَتُرْفَعَنَّهُ هنا لام التوكيد وهنا نون التوكيد المثقلة وَلَتُرْفَعَنَّهُ إِثْنَةَ عَشَرَةَ رَايَةً مُشْتَبَهَةً لا يدرى أي من أي إمامنا الصادق حين وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة وصفهم بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون مشبهون مشبهون على أنفسهم وعلى الناس أما حقيقتهم فليست كذلك هؤلاء هم أصحاب هذه الرايات المشتبهة هذه رايات المراجع البتريين اللعناء المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هذا الواقع سيبقى موجودا سيبقى موجودا ولذا فإن شيعة العراق سيقفون في وجه إمام زماننا أفضلهم حالا أفضلهم حالا الذين يكونون متفرجين فقط إنهم النظارة الذين يتفرجون على ما يجري على أرض الواقع هذا أفضل حال لشيعة العراق يذكروني هذا بقول إمامنا السجاد حينما دخلت السبايا الحسينية إلى الكوفة بعد مقتل سيد الشهداء وخرج العراقيون وخرج العراقيون الكوفيون يبكون وجاءوا إلى الإمام السجاد يعرضون نصرتهم عليه فماذا قال لهم إمامنا السجاد قال لهم كونوا لا لنا ولا علينا خلصونا من شروركم كونوا لا لنا ولا علينا هؤلاء هم الذين سيكونون أحسن حالا في شيعة العراق وهم النظارة لا يضحكون عليكم ويقولون هناك أخيار العراق كم عددهم خمسون رجلا كم عددهم خمسون رجلا هم هم الذين نصروا الحسين في كربلة الذين نصروا الحسين عراقيون أيضا والذين قتلوا الحسين عراقيون كم عدد الذين نصروا الحسين من العراقي عدد قليل كل أنصار الحسين لم يصل عددهم إلى الثمانين دون الثمانين هذه أحاديث العترة وهي واضحة جدا وهذه زياراتهم وهي صريحة جدا تخبرنا بهذه الحقائق عوالم العلوم مع المستدركات العوالم للمحدث عبد الله البحراني والمستدركات للمؤسسة الإمام المهدي هذا هو الجزء الثالث من عوالم إمامنا المهدي صلوات الله عليه وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة ثلاثمية واسبعة عشر رقم الحديث مية وستة وتسعين خطبة من خطب أمير المؤمنين في الكوفة وهو يحذرنا من الدجالين من ولد فاطمة وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة إنهم أصحاب العمائم السوداء وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين إذا أردنا أن نجري مقارنة بين أخطر الدجالين من أصحاب العمائم السوداء ومن أصحاب العمائم البيضاء فإن أخطرهم من أصحاب العمائم السوداء في زماننا هذا وفي ما يأتي وما سبق من الأيام من هنا سيد العوصية يحذرنا من هؤلاء الدجالين من أصحاب العمائم السوداء هذا لا يعني أن أصحاب العمائم البيضاء ما هم بدجالين إنهم في الهوى سوا ولكن الناس تتبع أصحاب العمائم السوداء أكثر مما تتبع أصحاب العمائم البيضاء هذا هو الواقع العملي الموجود فيما بيننا ليس اليوم أمس واليوم وغدا وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين وفي الخطبة نفسها فإن الإمام يشخص لنا دجالا خطيرا لذلك ميزه بالذكر وتخرج راية من هذه الرايات المشتبهة وتخرج راية من ولد الحسين زعيمها من ولد الحسين من ولد فاطمة تظهر بالكوفة في النجف بدعامة أمي النواصب يدعمونها أية مرجعية في النجف تدعم من قبل علماء الوهابيين ومن قبل علماء الأزهر ومن قبل علماء السنة في العراق أية مرجعية أسألوا طلاب الحوزة النجفية يعرفونها هناك مرجعية شاخصة معروفة تحظى بالدعم من علماء السنة في العراق ومن علماء الوهابيين في السعودية ودول الخليج ومن علماء الأزهر في مصر إنها المرجعية السيستانية والسيستاني حسيني لا أدري هل أن الرواية تنطبق عليه بدرجة مئة بالمئة أو أن السيستانية هنا انطبقت عليه الرواية عرضا فهي تقصد شخصا آخر لكن السيستانية حسيني وهو في النجف ورايته هي الراية الأكبر لذا ذكرها أمير المؤمنين وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية علائق مرجعية السيستاني بالأزهر وبالوهابيين في السعودية في السعودية والخليج وبعلماء السنة في العراق العلاقة وثيقة جدا 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 حتى ينقطع النفس والتواصل المادي والمعنوي فيما بينهم السيستاني هو الذي يواصلهم وليس هم الذين يواصلونه ماديا هو الذي يدفع لهم هذه المعلومات دقيقة 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 جدا وهناك الكثير من الحوزويين في حوزة النجف وكربلاء يعرفون هذه الحقائق هذا ما هو بأمر سري للغاية ليس مهما هذا فهذه الرايات المشتبهة الرايات البترية وهؤلاء أصحاب العمائم السوداء إنهم الدجالون أصحاب العمائم السوداء مراجع هذه الرايات مراجع هذه المجموعات هذا كلام صادقي قرأته عليكم من الكاف الشريف وهذا كلام أمير المؤمنين قرأته عليكم من عوالم العلوم وكل ذلك مقتضب مختصر لأنني قد أطلت الحديث في بيان وشرح هذه الروايات إنما أريد أن أذكركم بمجموعة هذه المعطيات كي تعرفوا الواقع الشيعي العراقي وأن إمام زماننا يتوجه إلى واقع هذا هو حاله حتى لا تستغرب من أن أكثر القتل سيكون في العراق ومن أن أشد الحرب ستكون في العراق ومن أن أكثر الناس إجراما في مواجهة إمام زماننا سيكونون في العراق ومن الشيعة تحديدا ومن الشيعة من شيعة الجنوب والوسط إنني أتحدث عن الغالبية العظمى من شيعة العراق الذين سيحاربون إمام زماننا هؤلاء مراجع النجف وكربل إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري والطبعة طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة رواية التقليد دائما أقرأ منها ودائما أذكرها لكم لعلها تكون محفزا يدفعكم يدفعكم أن تدققوا النظر في دينكم وأن تدققوا النظر في هؤلاء الذين تقدسونهم وهم أقذر من على وجه الأرض وأوسخ من على وجه البسيطة أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء الذين يصفهم إمامنا الصادق وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء ألعنوا وأضروا وأخبثوا وأقذروا من شمر ومن حرملة وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هؤلاء هم 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 المراجع البتريون اللعناء وهؤلاء أتباعهم الهداية الكبرى للحسين بن حمدان المتوفى سنة 358 للهجرة وهذا الرجل نصيري لكن كتابه يشتمل على أحاديث أهل البيت أدخل في الكتاب جزءا من الثقافة النصيرية النجسة لكن أكثر الأحاديث أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الطبعة الكاملة لكتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان بتحقيق مصطفى صبحي الخضر إنها طبعة الشركة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة خمسمية وأربعة وسبعين إنه الحديث الثاني إمامنا الصادق يحدث المفضل بن عمر عن قتلة الحسين في أي زمان في زماننا هذا في آخر الزمان في زمان الغيبة الطويلة المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون لتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان لماذا جاء الإمام بهذا التعبير وهم قتلة الأنبياء في كل زمان يريد أن يعيدنا إلى القرآن المجموعة الأبرز في القرآن التي تحدث القرآن عنها بأنها قتلت الأنبياء وقتلت الأوصياء وقتلت أتباع الأنبياء والأوصياء من الصالحين إنهم بنوا إسرائيل وهذا يعيدنا إلى ما حدثتكم عنه من دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار والحاخامات حيث أن اليهود حاربوا دين الأنبياء والأوصياء والتصقوا بدين الأحبار والحاخامات ولذا قتلوا الأنبياء وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان في زماننا هذا فآخر الزمان بدأ منذ سنة ولادة بقية الله الأعظم صلوات الله عليه منذ تلك السنة بدأ آخر الزمان إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان لماذا يقتلون الأنبياء في كل زمان لأنهم يدينون بدين العلماء بدين الفقهاء في كل قرن من القرون الماضية من قرون الغيبة الكبرى الشيعة يكونون قتلة الأنبياء لماذا لأنهم لا يدينون بدين محمد وآل محمد بدين الأنبياء والأوصية يدينون بدين أحبارهم وحاخاماتهم بدين المراجع بدين الطوسيين هذه الحقائق بين أيديكم لا تحتاج إلى كثير من التأمل والتعمل الأمور واضحة الواقع يشهد بهذه الحقائق إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلت الأنبياء في كل زمان في كل زمان في زماننا هذا الشيعة الموجودون الآن هم قتلت الأنبياء لماذا لأنهم قتلوا دين الأنبياء ودين الأوصياء قتلوا دين محمد وآل محمد الشيعة الآن يحاربون دين محمد وآل محمد وينصرون دين المراجع الذي هو دين الظنون ودين السقيفة بني ساعدة انه دين الطوسي الشافعي المعتزلي البتري المرجئي هذا هو دين الشيعة الان ينصرونه ويحاربون دين العترة الطاهرة هؤلاء هم قتلة الانبياء ما هي علاماتهم يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته بعد ذلك محمد ابن سنان ينقل لنا عن الامام الرضا بخصوص هؤلاء الامام هكذا يصفهم المنتحلة لولايتنا الذين يعتقدون بولايتنا وليسوا منا ادخلوا الى الانترنت كم من القنوات على اليوتيوب وكم من المواقع وكم وكم من الانشطة الالكترونية على شبكة الانترنت كم من الانشطة التي يبذل كثير من الشيعة جهودا لأجل أن يحول سنيا إلى التشيع إلى التشيع المرجعي هؤلاء لا يعلمون ماذا يفعلون إنهم ينقلونه ويحولونه من ضلال إلى ضلال أضل يعتقدون بأنفسهم أنهم شيعة مثل ما يقول امامنا الرضا المنتحلة لولايتنا وليسوا منا فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين لعنة اللاعنين اللاعنون من بحسب القرآن هذا المصطلح ورد في القرآن ورد في القرآن هناك اللاعنون اللاعنون هذا عنوان خاص بمحمد وآل محمد هذا عنوان خاص بهم لعنتي أنا ولعنتكم أنتم لا تؤثر شيئا لكن محمدا إذا لعن أحدا فإن لعنة محمد ستترك آثارها في اللحظة نفسها وهكذا إذا ما لعن علي أو لعنت فاطمة مثلما لعنة الأول والثاني اللاعنون هم محمد وآل محمد هذا المصطلح قرآني وهذا التفسير تفسير العترة الطاهرة هؤلاء هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا يدافعون عنا يعتقدون بحبنا ولكن ليسوا منا ليسوا على ديننا على دين المراجع والفقهاء الذين لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة الامام يلعنهم ما هم هؤلاء المراجع أنفسهم عقائدهم ملعونة عند أئمتنا فهذا الطوسي يعتقد بأن النبي لا يحسن القراءة والكتاب المراجع الذين جاءوا من بعده يعتقدون بذلك وهذا الطبرسي في مجمع البيان يعتقد بذلك وهذا الخوعي يعتقد بذلك وهذا محمد باقر الصدر يعتقد بذلك وهذا السستاني يعتقد بذلك وهذا محمد الشيرازي يعتقد بذلك وهذا محمد حسين فضل الله يعتقد بذلك وهذا محمد جواد مغنية يعتقد بذلك هذه تفاسيرهم كتبهم وهذا إسحاق الفياض يعتقد بذلك وهذا محمد السعيد الحكيم يعتقد بذلك وهذا بشير النجفي يعتقد بذلك بقية المراجع من الأموات من المعاصرين من القادمين يعتقدون بذلك الأئمة يقولون من اعتقد بهذه العقيدة فهو كذاب ملعون لعنة الله عليهم ما هو كلامي؟ الأئمة يلعنونه هم الذين يقولون لعنة الله عليهم ما هموا هموا وأنتم أتباعه أنتم أتباعه وهناك العقائد الكثيرة التي يعتقدونها وأنتم تعتقدونها الروايات تلعنها تلعنها وتصفها بأنها عقيدة كافرة وأنتم تعتقدون بها هؤلاء لا يعتقدون بالرجعة بالرجعة العظيمة والأئمة يقولون من أن الذين لا يعتقدون برجعتنا ليسوا منا ليسوا من محمد وآل محمد هؤلاء كافرون هؤلاء أنجاس هؤلاء ملعون هذا معنى ليسوا منا وهذا الكلام ينطبق على جميع هؤلاء الذين ذكرتهم وعلى غيرهم وكل هذا قد بينته في برامجي السابقة بالوثائق والحقائق والشواهد والأدلة والدقائق ومن كتبهم من كتبهم من كتبهم التي يعتمدونها ويأمرون الناس بالرجوع إليها ويفتخرون بها ويتباهون بها ولا زالوا يقدمونها للمطابع وهي متوفرة في المكتبات وجميع الشيعة يعتمدون عليها هؤلاء هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا وليسوا منا فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين هذا الكلام خطير خطير يا أيها الشيعة ألا تجدون أن الحقائق هذه تنطبق تمام الانطباق على مراجع النجف وكربلاء وعليكم أنتم الذين تقلدونهم وتتبعونهم أنا أأخذ من هذه الروايات موضع الشاهد لأنني قد قرأتها مرارا وكرارا وشرحتها وبينتها وفصلت القول فيها إنما في هذه الحلقة والحلقة القادمة ألتقط لقطات سريعة كي أرسم لكم الواقع الشيعية في العراق وفي المناطق المجاورة التي يتواجد فيها الشيعة في الزمن الذي يظهر فيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل يا من يعلم مراد المريدين يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يسمع أنين الواهلين يا من يرى مكاء الخائفين يا من يملك حوائج السائلين يا من يقبل عذر التائبين يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب نارفين يا أجود الأجودين سبحانك يا من لا يبعد عن قلوب نارفين يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا غافر الخطاء يا بدية السماء يا حسن البلا يا جميل الثناء يا قدیم الثناء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يالا اله الا إذن هناك الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي وهي رايات المراجع اللعناء الذين وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ومر هذا الكلام علينا إنهم الدجالون من أصحاب العمائم السوداء حذرنا أمير المؤمنين من الدجالين من ولد فاطمة إنهم أصحاب العمائم السوداء سادة الدجال وسادة الكذب والإفتراء ليس في زماننا وإنما في الأزمنة الماضية وفي زماننا وفي ما يأتي في الزمن القادم هؤلاء هم الذين يتبعهم البتريون مثل ما قال عنهم إمامنا الرضا إنهم ينتحلون ولايتنا وليسوا منا ثم لعنهم بعد ذلك وتحدث عن لعنة الله عليهم وعن لعنة اللاعنين الذين هم محمد وآل محمد عن لعنة اللاعنين عليهم إنهم الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته إنهم قتلت الأنبياء في كل زمان لماذا؟ لأنهم يحاربون دين الأنبياء والأوصياء ويلتصقون بدين الأحبار والحاخامات بدين المراجع والفقهاء إنني أتحدث عن المراجع والفقهاء الطوسيين البتريين اللعناء هذه الحقائق واضحة بين أيديكم نحن أمام مجموعة هي ألعن من جيش يزيد إنهم مراجع النجف وكربل ومع أتباع لهم الأئمة يلعنونهم مع أنهم يزورون الحسين ويتشافون بتربته وينتحلون ولاية أهل البيت الإمام الرضا يقول بأنهم ليسوا منا ليسوا على منهجنا هذا منهج بتري مرجئي قذر إمامنا الرضا يحدثنا وإنني أقرأ عليكم من عيون أخبار الرضا إنه الجزء الأول للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى في صفحة السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الخامس من الباب الثامن والعشرين بسنده بسند الصدوق عن عبد السلام ابن صالح الهروي قال قلت لأبي الحسن الرضا صلوات الله عليه إنه إمامنا الثامن في سلسلة أئمتنا الاثني عشر وإمامنا العاشر في سلسلة أئمتنا الأربعة عشر صلوات الله عليهم جميع عبد السلام الهروي يقول قلت لأبي الحسن الرضا يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام عن إمامنا الصادق أنه قال إذا خرج القائم عليه السلام قتل ذرار قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها فقال الإمام الرضا هو كذلك فقلت عبد السلام الهروي فقلت وقول الله عز وجل ولا تزروا وازرة وزر أخرى ما معنى فقال إمامنا الرضا صدق الله في جميع أقواله ولكن ذرار قتلة الحسين يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئا كان كمن أتاه ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل وإنما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم قال فقلت فقلت له بأي شيء يبدأ القائم حينما يخرج في مكة فقلت له بأي شيء يبدأ القائم عليه السلام منكم إذا قام قال الإمام الرضا يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل مر علينا هذا في أحداث مكة الكلام واضح وصريح من أن الإمام يقتل ذرار قتلة الحسين والمراد من ذرار قتلة الحسين ليس بالضرورة أن ينتسب إليهم انتسابا بالقرابة والرحم هذا التعبير يريد أن يبين لنا من أن المجموعات تشخص وفقا لعقيدة الولاية والبراءة ألا تسمعون الكثير من الوهابيين يمجدون بيزيد وما قام به من قتله للحسين ألا تسمعون بعض النواصب يصرح بأنه لو كان في كربلاء يوم عاشوراء لبادر إلى قتل الحسين قطعا هذا الذي يخرج على الإعلام يكون قليلا الذين يحملون نفس هذا الفكر ونفس هذا الاعتقاد كثيرون لكنهم لا يتكلمون يحملون هذه العقائد بين جوانحهم هذا الكلام إذا كان مرتبطا بنواصب سقيفة بني ساعد أما إذا كان الكلام مرتبطا بنواصب سقيفة بني طوس فإن مراجع النجف وكربلاء ألعنوا من قتلة الحسين وألعنوا من نواصب سقيفة بني ساعد وأتباعهم أتباعهم يكونون بمثابة قتلة الحسين مثل ما مر علينا المراجع ألعنوا من قتلة الحسين وأتباعهم يكونون قتلة للحسين مرت علينا الرواية قبل قليل هنا الحديث عن نواصب سقيفة بني ساعدة تحدث عن ذرار لقتلة الحسين ولكن حينما كان الحديث عن مراجع النجف وكربلاء فإن الإمام الصادق وصفهم بأنهم أضروا من قتلة الحسين وأضروا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه أضروا على الشيعة إنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أما أتباعهم فهم قتلة الحسين الذين يزورون الحسين ويتشافون بتربته إنهم ينتحلون ولاية العترة لكنهم ليسوا من العترة يا كميل يا كميل هذا القانون العلوي الواضح وعلى هذا القانون وأمثاله بايعنا في بيعة الغدير يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا هؤلاء لا يأخذون عن العترة الطاهرة أتحدث عن مراجع النجفي وكربلاء وعن أتباعهم الذين يأخذون عنهم يحبون أهل البيت ينتحلون مودتهم يزورون قبورهم يتشافون بتربة الحسين ولكنهم ليسوا على منهج العترة لا يأخذون عن العترة يأخذون عن غيرهم يأخذون عن مراجع النجفي الذين دينهم أخذوه عن نواصب سقيفة بني ساعد رسالة إمام زماننا إلى الشيعة واضحة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وهذا الكلام ينطبق بدرجة مئة بالمئة على مراجع النجفي وكربلاء وعلى مقلديهم وأتباعهم وعلى رايات الأحزاب المشتبهة التي لا يدرى أي من أهي هذا هو الواقع الشيعي النجس القذر ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة البقرة في الآية الثالثة والتسعين بعد المئة بعد البسملة وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فاتركوهم فلا عدوان إلا على الظالمين دققوا النظر معي في هذه الآية وعرفوا القرآن بأنه لا يفقه ولا يفهم إلا من خلال العترة الطاهرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هذا واضح الآية تأمر بقتال أعداء محمد وآل محمد وأن القتال يستمر حتى تنقطع فتنتهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا إذا انتهوا عن ضلالهم فليتوقف قتالكم الكلام واضح إلى هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فإن القتال يتوقف ماذا جاء في آخر الآية فلا عدوان إلا على الظالمين الآية هنا تشرع الاعتداء على الظالمين ستتناقض الآية مع نفسها إذا أردنا أن نفهم الظالمين بنحو مطلق ما هم الذين يقاتلون هنا من الظالمين ولكن الآية قالت فإن انتهوا فتوقفوا لكنها تثبت هذا الأمر من أن الاعتداء يكون ابتدائيا وشديدا على الظالمين فهل على كل الظالمين إذا قلنا على كل الظالمين فإن التناقض سيقع في هذه الآية ومع آيات أخرى إذن من هم الظالمون هنا الظالمون هنا قتلت الحسين كامل الزيارات لابن قولوي وهذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب التاسع عشر الحديث السادس بسنده بسند ابن قولوي ابن قولوي توفي سنة 368 للهجر بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قوله تبارك وتعالى لا عدوان إلا على الظالمين قال أولاد قتلت الحسين لا عدوان إلا على الظالمين هذا العدوان الذي سيكون مكثفا وشديدا وقاسيا هذا العدوان الوحيد في القرآن الذي شرعه القرآن يكون باتجاه أولاد قتلة الحسين هذا الكلام ينطبق على نواصب سقيفة بني ساعد ممن هم في هذا الاتجاه وينطبق كذلك على نواصب سقيفة بني طوس وهم ألعن وأوسخ وأقدر والروايات مرت علينا وهي شاهدة على ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين العدوان يشرع تشريعا ويكون بقسوة وشدة على هذا الصنف من الظالمين الذين هتكوا حرمة الله قتلوا الحسين أما مراجع النجف فإنهم هتكوا حرمة دم الحسين فإن دم الحسين سفك في كربلاء لأجل دين العترة الطاهرة فيأتي الطوسي المشؤوم ويأتي من بعده هؤلاء الحثالات من مراجع حوزة النجف وكربلاء كي يدوس دين العترة بأحذيتهم ويؤسس دينا لا علاقة له بمحمد وآل محمد إنه دين الظنون ودين الاحتمالات والشكوك ودين التفاهات والسفاهات ودين الجهالات والحماقات إنه دين النجف وكربلاء وبعد ذلك يكذبون الكذبة العظمى ويقولون هذا دين محمد وآل محمد ويتراكض الديخيون من حميرهم من أتباعهم الحمير للدفاع عن هذا الدين الكذب ويحاربون في الوقت نفسه دين العترة الطاهرة يضحكون على أنفسهم بأنهم خدام للحسين أنتم قتلت الحسين هذا منطق العترة أنتم قتلت الحسين ما أنتم بخدام الحسين طبقوا هذه الروايات على أرض الواقع ألا تنطبق عليكم أدرك أنفسكم أدرك أنفسكم هذا هو واقع النجف قبل زمان الظهور الشريف أنني أقرأ من غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المائتين بسنده بسند الطوسي عن عمر بن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه كأني بصاحب السفياني جاء الترديد من قبل الراوي لأن السفيانية سيرسل جيشا بقيادة قائد إلى النجف فجاء في الرواية كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني والصحيح من خلال الروايات الأخرى إنه صاحب السفياني كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم هل هذا واقع شيعي هذه النجف التي يتسيدها المراجع وتقطنها الشيعة من شيعة المراجع هذا هو حالها في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا صاحب السفياني يجد الأمن والأمان في النجف وبعد ذلك يبحث عن شيعة علي يبحث عن الزهرائيين ما هؤلاء يدعون كذبا من أنهم من شيعة علي من المراجع ومن أتباعهم من قطان النجف لكن صاحب السفياني لا يريد هؤلاء فهؤلاء يبايعونه يبايعونه السفياني الروايات أخبرتنا بذلك إنه يبحث عن الذين ما هم على دين مراجع النجف وكربلا يبحث عن شيعة علي فهؤلاء ما هم بشيعة علي هؤلاء هم الذين يصدرون الفتاوى بأن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة ذكر علي يبطل الصلاة هل هذا كلام شيعة علي نحن الذين نقول إننا زهرائيون هكذا نعتقد بأن ذكر علي في الأذان واجب لأنه جزء أساسي في الأذان وهو أهم أجزاء الأذان أهم من الشهادة الأولى والثانية بحسب منطق القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وفي الإقامة كذلك فذكر علي أهم من شهادة التوحيد وشهادة النبوة بحسب منطق القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن التوحيد والنبوة والقرآن وكل حقائق الدين كل ذلك يساوي صفرا من دون ولاية علي ذكر علي في التشهد الوسط والأخير من الصلوات الواجبة واجب قطعا وهو سر طهارة صلاتنا وهو سر قبولها وذكر علي أوجب من ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وآله بحسب منطق القرآن الله هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا منطق شيعة علي صاحب السفياني يبحث عن هؤلاء وهذا الذي يثب على جاره هذا من مقلدي المراجع الذين يعتقدون بأن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة علي هو الميزان دائما يفصل بين الحق والباطل ولذلك فإن اسمه المختص به الفاروق الأعظم هذه تسمية عمر بالفاروق هذه سرقة من اسم علي الفاروق الأعظم الذي يفرق بين الحق والباطل وفي جميع مستويات الحق وفي جميع مستويات الباطل وهذا هنا حق وباطل هنا قولان مختلفان قول يجعل الصلاة باطلة بذكر علي وقول يجد أن ذكر علي هو سر قبولها وهو سر صحتها وهو سر طهارتها وذكر علي أولى من ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وآله بحسب القرآن الله هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو منطق القرآن فرقوا بين هذين القولين الحق مع من الفاروق الأعظم علي هو الذي سيفرق بين هذين القولين الصورة واضحة الصورة واضحة هذا هذا هو حال النجف ألا لعنة الله على النجف أتحدث عن نجف البتريين وصلوات وسلام وتحيات عطرات على نجف علي هناك هناك نجفان هناك نجف الطهارة والإخلاص والدين الحقيقي نجف علي وهناك نجف القذارة والنجاسة والضلال والبترية الوسخة نجف المراجع نجف الحوزة نجف العمائم السوداء والبيضاء نجف الدجالين من ولد فاطمة هذه هي الثقافة الزهرائية وهذا هو واقع العراقي وواقع شيعة العراقي في الزمن الذي يقبل فيه إمام زماننا إلى العراق وقت الحلقة انتهى بقية الحديث تأتينا غدا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أعني مراجع النجف وكربلع طوسيون هم بتريون هم هم والهوى بتري لعين قذر نجس وهذا هو الفارق بين الثقافة الزهرائية وثقافة البترية أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا من إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ترجمة نانسي قنقر